توتنهام يهزم ماشستر ريناتد في الدورة الإنجليزية 3-0 تعودنا على 3-0 وهذه 5 أشياء تعلمناها من هذه الإمباراة طبعا 5 أشياء تعلمناها عقب الإمباراة اليوم اللي بعدها يعني في أول يوم ما تقدر لازم تغير نجوك لازم تطلع تستانس أول سبب واللي هو تنهاج فورطة ليش تنهاج فورطة؟ ما دعا يفوز إمباريات وهو تنهاج خطته للفريق إنه يخلي فريق يلعب كرة عاد من أول 10 دقائق حتى فاسين على بعض المقادرين يلعب فاسين برونو يالسي ضيع فاسات بسيطة وزيركسي بعد يضيع فاسات بسيطة ولكن كل الفريق يضيع فاسات بسيطة في أول 10 ربع الساعة فهذه المنظومة تنهاج يبغي الفريق يلعب فاسات ما لعبنا فاسات فأنا اللي كنت أشوفه في تنهاج غير شيء معين بس لا كان واقف ما يتكلم أنا يا ابني هل تشوفون ماشستر سيتي إذا فيه تاكتكس مبعدة لشيء تحصل رودري يعني حين متعور بس الموسم القامل رودري في شيء غلط يصير يركض أي شيء كرة طلعته لها يصير يركض لجوارديولا سمعني قول لي يغير شيء شو تمغيره ويوم الكرة تكون عند فريق الثاني كنت تشوفون تنهاج كيف يسوي الخطة يعني 4-2-4 يبغي الأربع اللي يضغطين قدام ما يضغطون على الكرة بزيادة بس يكونوا واقفين أي باز غلطي لا يركض عنه بس دير لفت باك والرائش باك كانوا يراجعين بزيادة يعني على السعيرين للوسط كأنه فشو اللي يستوه راشفورد و قررناجو كانوا يرجعون كأنه للوسط يعني على نفس الخط اللي في مينو و اوغارتي فخليه بس كأنه الضغط قدام بس زيركسي و برونو لو تشوفون كأنه 4-4-2 استوهينا هالتشكيله بعدين تحصل لعب شي هاي يخترق بين اللعيبك لهم ويطلعها بسهولة كاتباك خلاص سيدي قول ببسيط فتنهاج يخسر مباريات والتاك تاك سماله كانوا ما بعدل بس ما غيرهم في الوقت اللي نحتاجه حتى لو تبغير لعب اول ثلاثين دقيقة يغير حتى لو اتكلم لعب يغير شوية بس يقول له هدوا يا اخي زيركسي و برونو لا لا تضغطوا قدام رايح انا توقعت المباراة كلها غير توقعت المباراة انه نفس كل المباراة انه نحن عندنا الكرة و توتنهام يكونوا في الدفاع و ما نقدر نسجل المهم ننتقل للنقطة الثانية واللي هي خل الطرب تغير المباراة برونو بدأت الشوق الأول ما لعب زين بعدين كان بادي يبدأ في المباراة يقع يرجع لانه كانت الخطة بعد انه راشفورد و قرناتشو يركضون فبرونو بيحصل كراسيدا بيلعبها قدام باس و انا اللي اللعب في الشوق الأول باس جادر كان راشفورد ممكن يسجل هي مو ببرونو بس كان ببرونو بادي في المباراة قاعد يرجع بس بعدين زلق و مدريلا شا يطرب بالحكام حكام تشعرت مزين ما بطرب بار خلاص برد بس هيا نغير المباراة او لا انا اقول لك حتى لو برونو موجود ببعض من خساب ثلاثة صمارات للاسف للاسف فهيه بقدر قول انه الضرب غير المباراة بس بعد ما غير المباراة غير المباراة لانه استوينا بعشر لعيبة و شفنا ان الفريق عندهم شوية عندهم روح زيادة يقدرون يلعبون يكاملون ممكن يحصلون القراباة بحاولون يساون فرص في الشوق الثاني بحاولون يساون فرص و حصلنا فرص كاسميرو حصل فرص حتى ماتينت حصل فرص بس ضيعناهم كحارفين كل حد يضيع بس مو بهاي النقمة الشيء اللي جاء بهذا من الطرف الثاني ما طرد ما غير المباراة لانه في كل حالات كنا بنخسر ونصير للنقطة الثالثة اللي هي كارناتشو بدون ثقة انا بالنسبالي كارناتشو يمسك الكرة سيدة يبغي يضرب اللاعب اللي قدامه سيسي انا باعدي انا عندي الكرة انا باعدي فالنبارا ما شفت هذا حاول بس يوم يستلم الكرة اول استلامة هذي يبين الثقة مو موجودة عنده الكرة تبتعد عنه هناك ما يستوصل للمكان عدل بالضبط يعني مو بنا بفكر او بلفتي وبشوت على طول يعني يحس الثقة مو موجودة عنده هلا ان التنهاج كان طالعنا حين كان مباراة يدخل امات ديالو بداله على اليمين بس انا بالنسبالي امات ديالو اصلا في كل حالات انه هو افضل على اليمين مو بقارناتشو فهو من بداية الموسم قارناتشو يشوفه بدون ثقة وهذه المباراة عززتلي على مثل ان قارناتشو يحتاج ثقة ازيد ثقة من ما يبتي من الاقوال انت سجلت اقوال بتي لك ثقة بس اذا ما قاعد سجل اقوال مدرب يطلعك بدخل واحد ثاني بدخل ممكن راشفرد يقول له راشفرد اذا اثقه يتلى وبسجل اقوال ازيد فممكن تيطلعك اصلا الهجوم كله ما قاعد يسجل اقوال بس بعد يطلع ديالو يدخل شاسمه قارناتشو على اليمين انا احس من البداية يعني ونسير للنقطة الرابعة المنظومة افضل بس بدون فعالية ها المباراة اول مباراة شفناها ها الموسم للينايتد ان الفريق اللي ضدنا هو اللي يلعب علينا كرة هو اللي يمسك الكرة يلعب فاسات يخترقنا من النص هو اللي يسوي هجمات هو ممكن يضيع هو بيسجل بعد هو بيسوي كل هذا نحن نحاول نضغط عليه ونحاول نشل الكرة بس ما نقدر نفس الموسم اللي ضدنا ونقدر نشل الكرة ويضغطونا في النص كنها رحلة المدافع حتى المدافع يركض في النص اللي لا يعتد ولا حد يصير عليه منظومة موجودة مباراة اللي ضدناها بس من فعالية وما فيها قول وما في فعالية ها المباراة حتى ما شفنا بواسات عدل لذا المنظومة هي تمشي على البواسات بين الفريق لما في بواسات وانا كان عاجبني في المنظومة قبل في المباراة اللي ضدنا اوكي الفريق الثاني عندك الكرة مو بشرط انت عندك في الدفاع الكرة صح مو بلازم الحين اضغط عليك الحين اشيل عنك الكرة ترى لو انا المهاجم اضغط عليك الوسط يتوهق انا اشير على منهم فيك لعيبة زيادة ممكن او شي فهو باعب يتقدم لقدام لان انت يالس تضغط قدام لازم فريق كامل يضغط بعدين باسيين على بعضها يقترقوا خط الهجوم خلاص انا بتوهق اذا انا بالنص انا بتوهق احيش شو سوي اضغط عليهم واللي ارجع على ورا لعيبة يركضون وراي فتستوي حفلة فاندس واستوهت في المباراة يعني في اول قول بس كان يعجبني في هالم مباراة اللي طافت انه لا خلي المهاجم ايه المدفع عنده الكرة صح خلي انا بضغط علي ورا فهي اللي تعجبني في هالم منظومة الفريق انه لو الدفاع عندهم الكرة الهجوم مالنا ما يصيرون يضغطون بزيادة يكون في خط اربع لعيبة مرايحين اوكي انت بتلعب باس بعدين بس يبضغط مو انت عندك الكرة تترياني ايك وانا بس يبا عيبة ايك ايك انا اتكرة بتلعب باس يعني امتضرمني فهاللي كان يعيبني في هالم باراة ما في هذا الشيء بس مو بعان المنظومة بس افضل حتى اللعيبة افضل من سجمين ويا بعض في هالموسم اللي اشوفه من سجمين من دفاعنا ممكن من افضل الدفاع الحين من السنين مارتينز وديريخت ومازرقعي هاي يعني ما عندي اي نقطة عليهم دالت علي سار شوية ممكن بتوها قمت ريالوكشو ولا مالاسيا اي حد بدال هناك يرجع هاي بس من ناحية مارتينز دلخت ومزروعي ان شاء الله ما يتعبرون بس هذا يعني تقدر تاخذ ثقة في الدفاع حرفين والوسط عندك مينو عندك اوغارتي عندك برونو عندك اريكسن عندك كازيميرو تنسينا كازيميرو خمسة على ثلاث مراكز في الهجوم عندك زيركسي وهويلاند كاسترايكر عندك اطراف راشفورد غارناتشو امديالو يعني واجزينين كل فريق احسه من كل مركز يقدرون يسمون لك اشياء ممكن تقول برونو ما يلعب عدل اوكي بس كل مركز يقدرون يسمون لك اشياء فيه عالي لكن بدون فعالية واخر شي اصير للنقطة الخامسة الفريق اشوفه قاع يرجع للخلف ما قاع يتطور حتى فالموس فاول مباريات كنلعب زين ولو تذكرون الثناثة صفر لعبنا وايد زين في البداية صح فازوا علينا ثلاثة صفر بس مو باننا ما عدنا التحكم في الكرام مو باننا ما نقدر نلعب باس عدل كنا نحاول نلعب باسات عدل نحاول تشوف انه فيه منظومة ممكن نقدر لذا استوات صح تمشي صح بس هالمرة ضد توتنا ما شفت على الشي ومو متأكد براية الياه عدنا بورتو في اليوروبا ليغ وعدنا بعد أستن فيلا في البريمير ليغ يعني ثنيناتهم مو بسهلين مو بسهلين فلو خسر لو خسرنا وما سجلنا اقول تناق فرطة نفس اول نقطة من بداية الموسم الفريق نشوفه يصنع فرص يحاول يحاول يسجل اقول ما يقدر الحارس يشلها وايد اسباب بس نخلق فرص فبس تشوفه انه بس الفنشيق باقي بس الفنشيق باقي يعني براه فرص ما فيه فتنهاق لازم يوصل لحل لازم يوصل لحل يغير في التاكسيكس يغير في شيء يغير شيء اللاعيبة كلها موجودين عندها ما يقدر يقولوا والله الانجريز واللعيبة متعورين ما يقدر اوكي لفت باك دياله بس يغير لك شغلة وايد غير عن شيء ما عندك وايد متعورين بالعكس يغير لك فيا انه تنهاق يغير شيء في المنظومة او يا انه اللاعيبة يغيرون شيء في الملعب تسجل اقول بتريح تاخد ثقة بس ما بقادرين ناخد ثقة انا مقتلع بتسجل اقول فريق وايد بيرتاح طب فور بيقوم سهل حتى من كيف تقدر تقول بس الفيجين موجود بس ما قاعد يصير فريق وايد افضل بس ما قاعد يصير قاعدين نمشي للخلف مو بعد قدام بداية الموسم كنا اشوف اوه ما سجلنا ما انجمنا اقول اوكي قلتين تحسن الفريق زير كثير يلعب في النص ايركسن دخل يا اخي ايركسن دخل كيف حسن في الفريق اوكي ممكن فريقة اضعف يعني ما بيجون يضغطون على هيركسن بيوهقونه يعني بس هاي يشتنوا بكرة يفتح لك اللعب يعني يلعب بسات صح يخلي الفريق كمنظومة بس راشف تركض ولا يخليك تركض انت بزياد انا بلعب لك سيدا اوكي بلعب باس بيحركوا مو بيلعب بس باس واحد باس باسين يعني يحرك في اللعيب عشان يخترقون دفاعه حتى لو من النص يعني مو بلعب بس على طرف او راشف اندركض وبعد ما يحتاج اثمت كل المباراة على كازميرو لانا عندك وقارتي ما يحتاج كل المباراة تعتمت على كازميرو عندك ميسم مود في الموسم يطاف غلبيتها متعور بس موجود بعد يقدر يلعب لك فعندك الفريق عندك كل شي بس باقي ياخذ الثقة ويلعب صح انا ما اشوف هذا قاعد يصير متوقعين من الحين يعني شوية تحس انا ليش قاعد اشوف المباراة للاسف للاسف ادري كل المشجعين ماشستر يونايتد زعلانين بس ابغيكم تكتبوا لي في الكومنت شو انتو تشوفون مشاكل اليونايتد شكرا على المشاهدة ان شاء الله اليونايتد افضل ضد بورتو المباراة الجاية مع السلامة شكرا